بحث اجتماع بمدينة المكلة تنسيق تنفيذ حملة إزالة ما تبقى من مخلفات السيول والأمطار جراء تأثيرات الحالة المدارية من إعصار شاهين بشوارع ومناطق المدينة وناقش الاجتماع برئاسة الوكيل الفني لحضر موت المهندس أمين برزيق آلية العمل وتوزيع المهام والتنسيق بين الجهات المختصة بساحل المحافظة لتنفيذ الحملة والتي تشمل رفع ما تبقى من مخلفات السيول والأمطار من الشوارع بالمدينة واستمرار معالجة شبكات المياه والصرف الصحي وتصفية مجالي تصريف مياه الأمطار والعبارات وتنظيف الشوارع ورفع أكوام الأتربة بالإضافة إلى شفط مياه الأمطار المتراكمة في الطرقات والحارات وأوضح الوكيل برزيق أن أغلب الأعمال العاجلة قد تمت وأن هذه الحملة ستبدأ من يوم الخميس وتستمر بشكل مكثف تستهدف الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة المكلة